صباح الخير للجميع نود أن نرحب بكم بهذه الجلسة المتعلقة بتجزئة الانترنت أنا اسمي برونا مارتين دي سونتوس وأنا سأقوم بتيسير هذه الجلسة نود أن نرحب بالجميع في هذه الجلسة أنها السنة الثانية المتعلقة بشبكة السياسات حيث أننا نناقش تطور الشبكة إضافة إلى كافة المسائل الخاصة بجلستنا قبل كل شيء سيكون لدينا ورقة نقدمها وبعد ذلك سيكون لدينا نقاشا فيما بين الذين وضعوا هذه الورقة ومن المعلقين عليها حتى نتناول كافة جوانبها قبل كل شيء أود أن أنتهز هذه الفرصة حتى أشكر كافة المتطوعين في شبكة السياسات والذين عملوا على تجميع هذه الورقة وعرضها على الشاشات ونود أن نشكركم على كافة جهودكم إذن نعطي الكلمة أولا لولن بريت كما نرى من الأعرض أعتقد بأنك أعطيتي فكرة عامة عما سنتحدث عنه وأود أن أقدم نفسي أنا اسمي ويم دي جزال وأنا كانت مسؤولا عن الأنشطة فيما بين الدورات لمنتدى حوكمة الإنترنت وأيضا قدمت المشورة للأمانة فيما يتعلق بهذه الشبكة شبكة السياسات قبل كل شيء سأتحدث عن نشاطنا نحن نشاط فيما بين الجلسات أي أننا لا نعمل فقط في منتدى حوكمة الإنترنت بل نبدأ وعملنا بوقت مبكر في مايو أيار لا بل قبل ذلك حتى نعدى لهذه الجلسة التي تعقد في إطار منتدى حوكمة الإنترنت بالإضافة إلى أن حشبكة السياسات بشأن تجزئة الإنترنت أو ما يسمى بالPNIF تعمق النقاش فيما يتعلق بكافة المبادئ والتوصيات إضافة إلى كل ما يمكن أن يصب في خانة توصل إلى إنترنت قابلة للتشغيل البيني كما قالت برونا هذه هي السنة الثانية لعمل شبكتنا شبكة سياسات بشأن تجزئة الإنترنت وهدفنا هو أن نفهم ما هو المقصود بتجزئة الإنترنت حتى نأتي بإطار يمكن أن يعرف تجزئة الإنترنت ننظر في دراسات الحال حتى نحاول إيجاد أمثلة عن تجزئة الإنترنت وبعد ذلك نحن ننتقل إلى مرحلة العمل ما الذي يمكن أن نقوم به حتى نتفادى هذه التجزئة ما الذي قمنا به؟ نحن إذا ما نظرنا إلى العام الماضي عملنا كان قصته أن نخوض في تفاصيل هذه الأسئلة وحاولنا أن نجد تعرفة لعملنا نحن كان لدينا حلقات دراسية على الإنترنت والتي تضمنت أسئلة لحصر هذا المفهوم وما الذي يمكن أن نفعله بشأن تجزئة الإنترنت وكيف نقوم بذلك وبعد ذلك اتضح بأن تعريفة تجزئة الإنترنت ليس بأمر يسير اليوم كان ممكن في الماضي ولكن طريقة أو النهج فيما يتعلق بتعريفة تجزئة الإنترنت أمر صعب جداً فلا يمكن حصره في تعريف واحد وهكذا رأينا بأن هناك عدة آراء ومقاربات لتجزئة الإنترنت في العام الماضي توصلنا إلى إطار وقلنا لأنفسنا إذا ما أصغينا إلى الجميع أصغينا إلى التعقيبات التي نحن نسمع عنها فيما يتعلق بالإنترنت هناك ثلاثة سلات إذا ما صح التعبير فيما يتعلق بالإنترنت تجزئة الإنترنت هذا كان المخرج الرئيسي لعملنا في الماضي وهو أن نتوصل إلى إطار وهو ما نراه في الخط الصغير على الشاشة وأعتقد بأن هذه الشريحة توضح ما جاء في الصورة السابقة إذن نحن يمكن أن يكون لدينا مجموعات أو سلات تتضمن تجارب مختلفة لدينا تفكك أو تجزئة الحوكمة منهم من يتحدث عن تجزئة الطبقة التقنية الفنية للإنترنت وهناك التجزئة المتأتية من التجارب المستخدمين مما لا شك فيه بأن هذه الخنات الثلاثة ليست منفصلة ولكنها متداخلة هناك أمر أود أن أضيفه قبل أن أنتقل إلى ما قمنا به خلال هذا العام نحن قمنا بتوصيف هذا الإطار على أنه إطار للتوصل إلى تعريف نحن لم نتوصل إلى تعريف للإنترنت ولكن من المفترض أن يساعد هذا الإطار في تهيئة النقاش بشأن تجزئة الإنترنت حسب التطورات رأينا بأن الجميع انتقلوا بما نحتاج إلى مناقشته إلى فهم ما هو مهم بالنسبة إلينا كأصحاب مصلحة ووضع ذلك في إطار تجزئة الإنترنت علما بأن هذه المفاهيم قد لا تكون دائما متشابهة بل لدينا ثلاثة طبقات وعلينا أن نجلس مع مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة أو من المنظمات حتى نناقش هذا الأمر هذا ما توصلنا إليه بشكل رئيسي في العام الماضي ومن مناقشات اليوم سنستوضح أمور أخرى هذا أولا من ناحية أخرى هذه المجموعات والطبقات المختلفة تعطينا أفكارا حول كيفية تفادي التجزئة ولكنها ليست مكملة لبعضها البعض بالضرورة ففي نهاية النقاش فأننا سنرى بأننا سنحتاج إلى الانتقال لمرحلة معرفة ما هي الخطوات التي نحتاج إليها بهذا الشأن أعمل بأنه تمكنت من توضيح ما حصل في العام الماضي المهم كان التوصل إلى الإطار والآن أعيد إليك الكلمة يا زميلتي شكرا أنا يسعدني ويشارفني أن أكون معكم هنا حتى نتحدث عن ما قمنا به خلال هذه السنة أعتقد بأنه سيهمنا أن نسمع منكم وما أن نسمع من المعقبين على ما حصل خلال هذه السنة أنا يهمني أن أسمع رأيكم أنتم في هذه القاعة وكما نرى من جدول الأعمال نحن سنتمنى منكم أن تعطونا أراءكم المتحدثة اسمها شيتال كومار إذن نحن عملنا على إطار إطار يضع المفاهيم بشأن تجزئة الإنترنت وما يعتبر بأنه تجزئة الإنترنت على ضوء المناقشات التي أجريناها حول هذا الموضوع والإطار الذي توصلنا إليه هو أداة تساعد في إلقاء الضوء وتوضيح على تجزئة الإنترنت وتوضيح المقصود به ونحن رأينا بأن هناك ثلاثة مجالات رئيسية فيما يتعلق بتجزئة الإنترنت أولاً الطبقة الفنية ثانياً تجربة المستخدم وثالثاً حوكمت الإنترنت والتنصيق وتنقشنا الأولويات المتعلقة بكل من هذه المجالات الثلاثة وما هو مدر وما هو سلبي وما يجب القيام به إذن توصيات فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها ونحن تطلع للإصغاء إلى أرائكم بهذا الشأن هل تعتقدون بأن هذه التوصيات هي مفيدة أو لا؟ هل هناك أشياء ناقصة؟ هل تعتقدون بأن العناصر هذا الإطار هي ملائمة؟ وهل أن التوصيات والأولويات متوائمة مع ما أنتم تحتاجون إليه؟ إذن ما سنفعله الآن هو أن نأخذ كل عنصر من عناصر الإطار ونلوجه في تفاصيلها أنا أشجعكم على الاتلاع على موقعنا الإلكتروني لشبكة السياسات بشأن تجزئة الإنترنت PNIF وفي الجزء الثاني من هذه الجلسة سنستغي إليكم لكي نرى ما هو رأيكم بما سنعرضه عليكم اليوم قبل كل شيء سيكون لدينا عرض لكل من العناصر لدينا قبل كل شيء اعتراف بفضل الذين كتبوا وصاغوا هذا العرض وسنسمع منهم حتى يقول لنا ما هي المخرجات الرئيسية لعملهم ولسيما بالنسبة للأولويات التي يجب أن ننظر إليها وبعد ذلك سيكون لدينا تعليقا على ذلك هذا ما سنفعله بشأن كل عنصر من العناصر لن أطيل الكلام عليكم بل سأعطي الكلمة لروزليند كني بيرج وهي تعمل مع الحكومة البريطانية في مجال الابتكار والتكنولوجيات وستحدثنا عن حوكمة الانترنت والتنصيق والتجزئة المتأتية عن ذلك إذن ستعطينا فكرة عامة عن هذا الفصل في إطارنا إذن هذا الأنصر الخاص بتجزئة الانترنت شكرا شيتال يسعدني أن أراكم جميعا معنا هنا برأيي أن هناك نقطة مهمة جدا نحن نريد حوارا معكم لدينا مما لا شك فيه فريق خاص بتعدد أصحاب المصلحة واستنتج بأن موضوع تجزئة الانترنت هو موضوع معقد سيهمنا أن نسمع منكم اليوم لكي يكون لدينا وجهة نظر أوسع بهذا الشأن وسنسمع منكم عن التحديات التي ترافق تجزئة الانترنت أنا سأعطيكم فكرة عما كتبناه في مسودة الفصل المتعلق بحوكمة الانترنت والتنصيق مما لا شك فيه بأن تجزئة على مستوى الحوكمة تتعلق بالتفاعلات بين حوكمة الانترنت العالميا وبين هيئات المعايير وعندما لا تقوم هذه الهيئات بتنصيق العمل فيما بينها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى التجزئة وفي هذا يؤدي أيضا إلى قرارات لا تحظى بالإجماع في أوساط مجتمع العالمي لأصحاب المسلحة إضافة إلى ذلك فإن هذا يمكن أن يؤثر على تجربة المستخدم في المستوى الفني إذن فنحن لدينا أفكار متعلقة بتجزئة الانترنت على مستوى الحكومة إضافة إلى ذلك هناك هيئات لديها مهمة أن تنظر في العناصر المختلفة يمكن أن يؤدي ذلك إلى لغة فيما يتعلق بالعمل والمفاهيم وتضارب فيما بين قد تفهمه كل من الهيئات إضافة إلى ذلك رأينا بأن وثيقة المهام قد تكون محصورة بهيئة واحدة دون الأخرى دون أن يكون هناك مشاركة من الهيئات أو من أصحاب المسلحة كلهم بعد ذلك رأينا بأنهم ضرروا لي اتخاذ قرارات أو تدابير فيما يتعلق بالتدابير الصحيحة وذلك بالمستوى الملائم ورأينا بأن الهيئات المختلفة تتحدث فيما يتعلق بالمسائل عندما يكون هناك عمليات متعلقة بمعالجة تجزئة الانترنت نحن قمنا باقتراح عدة توصيات وأنا أتطلع للإستماع إلى أرائكم بشأنها قبل كل شيء عدم إدخال هيئات جديدة فيما يتعلق بحوكمة الانترنت لسيما بأن المشهد كما هو الآن هو معقد ونرى بأنه هناك عدة مؤتمرات حول الموضوع وفعاليات تعقد حيث تقوم هذه الهيئات بالتحاول فيما بينها ونرى بأن هناك موارد عديدة للمشاركة في هذا الصدد وهذا يقسم في تعقيد المشهد طبعا هناك فائدة في المناقشات ولكن بعض الأطراف قد لا تتمكن من المشاركة ولكن هناك توصية توصلنا إليها وهي أنه يتوجب تحسين التنصيق فيما بين هيئات حوكمة الانترنت القائمة حتى يتم التعرف على الثغرات القائمة وحتى تتمكن هذه الايئات من معالجة هذا الموضوع وما توصلنا إليه ثالثا هو أنه حتى نتوصل إلى تفادي الصوامة أو المفاصلات المناقشات المنفصلة فإنه من الضرورية أن تكون أجهزة المعنية بحوكمة الانترنت شاملة قدر المستطاع لكافة أصحاب المصلحة وأخيرا فإن هذه الهيئات من المفترض أن تعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية نرى بأن حكومات البلدان من ناحية التشريعات يمكن أن تنتفع وتستفيد من الحوار مع الأجهزة المعنية بحوكمة الانترنت في وضع تشريعاتها ويجب على هذه الهيئات أن تقدم أيضا على التحاور مع الحكومات حتى تعمل معها والأمر الذي سيؤدي إلى تفادي الإزدواجية في التدابير إذن هذه هي التحديات وأيضا ما توصلنا إليه والآن أود أن أعطي المايكروفون لزميلي فيتوريو بيرتولا قبل كل شيء أود أن أقول بأنه يجب أن نعطي أفكارا عامة يمكن أن تشجع الحوار وأنا سأعطي أراءة شخصية قبل كل شيء أعتقد بأن هذه بداية جيدة للحوار والنقاش بشأن تجزئة الانترنت وأنا كنت قد أعطيت بعض الأفكار التي كانت بنية أن نناقشها اليوم عبر البريد الإلكتروني وأنا لدي أفكار موجزة قبل كل شيء نرى بأنه أن هيئات توضع المعايير إضافة إلى هيئات مثل الأيكان وأيضا التحيز بالنسبة للمشاركة من قبل الغرب أمر لا شك فيه ولذلك فإن هناك ضرورة لمشاركة كافة الهيئات المعنية بموضوع الحوكمة عندما قرأت عن الموضوع بالنسبة لتجزئة الإنترنت ومشاركة الهيئات المعنية فأنا رأيت بأن هناك تبسيط لما يعتبر بأنه فيما يتعلق بالحوكمة برأيي أنه عندما تحدث عن الحكومات فإن الأمر قد يعقد الوضع ربما قد يكون لديكم رأيا مختلفا أن جزء من التحدي هو أن تعريفة حوكمة الإنترنت ليس كاملا ويمكن أن نتعرض للعديد من الأراء المخالفة وإلى النقد إذن فهذه من المساء التي أرغب بأنه يمكن أن أتحدث عنها اليوم إضافة إلى ذلك فأعتقد بأن هناك وثائق مهام ضيقة فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت هذه وثائق المهام هي ضيقة لأسباب معينة ولكن تصعب في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى نظرة شاملة ونظامية فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت دعونا ننظر في المنظومة برماتها ونرى بأن هناك العديد من الأفكار المؤسسية التي تدخل في طريقة مناقشة الموضوع نحن تحدثنا عن التنصيق أنا أوافقكم الرأي ولكن العديد من الأشخاص الذين يعملون ضمن هذه الهيئات يمكن أن ينصقوا أعمالهم دون أن يقوموا بالبحث لا ضروري أن يتطلعوا بالأبحاث أن التحدي لا ينحصر بهذه الورقة بل بشكل عام نحن بحاجة إلى التنصيق حتى نتمكن من رفع التحديات بما في ذلك نموزج الحوكمة القائم اليوم إذن علينا أن ننظر في المخاطر المتأتية من أيضا ما اقترحه الأمين العام هناك أيضا نرى بأن هناك ازدواجية في العمل العديد من الهيئات ولذلك فأن منتدى حوكمة الإنترنت يمكن أن يستفيد من الأعمال بهذا المجال وأخيرا أعتقد بأن مناقشات حول الحوكمة يمكن أن تستفيد من نظرة أوسع فإن نظام منتدى حوكمة الإنترنت ونهج تعدد أصحاب المصلحة والنظم القانونية يمكن أن تنصق عملها فيما بينها ومن خلال حوارات بين أصحاب المصلحة مثلا في إطار منتدى حوكمة الإنترنت بشكل يمكن أن ينير السياسات حتى يعرف واضعي السياسات كيف يمكن أن يستفيدوا منها أعتقد بأنني سأتوقف عند هذا الحد وسأعود للتعقب وقت لاحق شكرا لك لنمر للنظر لعناصر هذا الإطار لكن قبل ذلك أعلم أن هناك بعض المعلومات الراجعة من المساهمين في هذه الوثيقة قبل نشرها وهذه المعلومات كانت تتعلق بتوفير أمثلة حية عن طريقة تجزء الإنترنت وما يعاني منه في الوقت الراهن وهذا التجزء يبدو أنه موجود في العمليات الدولية غير المناسقة إذن لماذا يتم معالجة التجزء على الإنترنت بشكل مختلف من طريقة معالجة التجزء في العمليات الحكومية وهذا الفصل يركز أساسا على النسق المنسقة والمتعددة وجرد أن تحدثت عن أهمية الضمانة التماسك والتناغم أو على الأقل الالتزام بتنسيق ما أتمنى منكم هنا وعلى الخط هو أن تتقسموا معنا أفكاركم بشأن أي آليات ملموسة أو أي آليات وأمثلة عن تحسين وزيادة نجاعة التنسيق سياغة هذا الفصل في داخل المجموعة زمانة أحسين وفعلها هلغت أو تغطيني عمليات العملية لدي قدمتُم هذه السنة من أجل تقييم الأولويات؟ حسناً، فقمت بقياس مستوى التجزء. أخيراً، فقمت بقياس مستوى التجزء. إنه جهازي جهازي. هذا الفصل، فصل من بين أضخم فصول وثيقة النقاش. بالفعل، لقد قضينا كثيراً من السنوات، تقريباً 25 سنة في هذه النقاشات. أنا كنت من بين أولئك الذين شاركوا في هذا النقاش حول مسألة التجزء في الإنترنت. النقاش بدأ أولاً على الصعاد الفني، وأصحاب الشأن الآخرين أضافوا تجاربهم على الإنترنت في شأن التجزء فيما بعد. النقاش أيضاً مفتوح وموسع. وهذا يعني ما معنى التجزء؟ التجزء هو أن تجربة المستخدم والمستخدمين للإنترنت مختلفة حسب ما يبحثون عنه في الإنترنت. وهذا هو أصل في النقاش الخاص بمعرفة حالة التجزء في الإنترنت. بالفعل، نحن علينا أن نعرف أن كان هناك توحيد في طريقة تنظيم الإنترنت. هل نريد أن نجعله يسير الاستخدام للمستخدم عندما يريد أن يلجأ لخدمات؟ أو إن كان يواجه عرقيل أو تصعب عليه إيجاد المعلومات، وهنا نعرف ما هي تأثيرات السلبية لهذا التجزء. نحن نهجنا كان نهجاً قائماً على كل حالة حالة. بدأنا بتعريف أوسع وقمنا بتشخيص مجموعة من الأولويات. وبعد ذلك قمنا بدراستها حالة حالة لأن الحاجات مختلفة والتصورات أو التشكيلات مختلفة. فقمنا أيضاً بتشخيص وتحديد الأسباب الأولى للتجزء. هذا التجزء لا يأتي من المستخدمين. عادة يأتي من الحكومات التي ترجو تجزئة جزء من الإنترنت وتوجيهها لمواطنيها بشكل محدود. أما المنصات فترجو أن يكون كل مفتوحاً من أجل الأغراض التجارية المعروفة. قمنا إذن بتحديد ست أولويات. الأوليات الثلاثة الأساسية التي سأبدو بها هي انقطاع خدمة الإنترنت. نقشنا أيضاً إن كان هذا راجع لكثرة الاستخدام أو إن كان هناك سبب تقني وراء انقطاعات الإنترنت. أحدهم قال إن هناك أيضاً ظاهرة يمكن أن تسمى بانقطاع الإيجابي للإنترنت. لا أدري إن كان هذا حقيقة أو لا. كمنا في الأولوية الثانية في حال ما إذا كان هناك قطع لخدمة بشكل متعمد من طرف الدولة أو بسبب بعض الأحوال الإقليمية أو الوطنية أو من طرف دول أخرى أو مواطنين. هذا بالطبع يقوم بالحد من الخيارات المطروحة أمام المستخدم. وهناك أوليات أخرى أيضاً نريد أن نناقش أيضاً موضوع الرقابة المفروضة من طرف بعض الدول. ونريد أيضاً أن نناقش موضوع اختراقات حياد الإنترنت. وهناك أيضاً مسألة الحدود الجغرافية لبعض المضامين ومسألة الملكة الفكرية. لا أعتقد أننا يمكننا أن نقدم مقترحات حلول على كل هذه المشاكل ولكن حاولنا أن نعطي بعض الأفكار البدائية. نحن نبدأ بفكرة وجوب وصول الجميع لنفس المضامين ولجميع المضامين وبنفس الطريقة. أما إن كان المستخدم هو الذي يريد أن يكون هناك اختلاف طريقة الوصول فهذا لا يشكل عائقاً في هذه الحالة. فلا بأس إلا إن كان طلب الحد طلب لا يخدم مصلحة المستخدم فهذا يعتبر تأثيراً سلبياً. قد يتعلق الأمر بقرار وطنية أو قرار من طرف الشركة. وقد تكون هناك بعض القوانين المهلية التي تنقص فيها الموائمة والتي لا تخدم الحاجات الوطنية. ثم هناك أمداً آخر هو في الأخير المطاعة دائماً أن يكون هناك اختيار حر. ينبغي أن يكون المرء قادراً على استخدام الإنترنت بشكل حر. اللهم إن كانت هناك أسباب حقيقية تمنع من ذلك. ولكن ينبغي دائماً أن نضع ثقتنا في المستخدم أنه سيستخدم الإنترنت بنية حسنة. شكراً. شكراً. مرحباً بكم. اسمي ماريا أوليفيرا وأنها مديرة الاجتماع الرقمي والتحول الرقمي في اليونسكو. وعملنا في مجال كفحة تجزء الإنترنت هامون جداً بالنسبة إلينا. لأن هذا التجزء قد يقود بعض الحقوق الأساسية من الحقوق في حرية التعبير وحرية الخصوصية. أريد بطبع أن أهنئ بداية شيتال كومار وفيم ديكيزيل. الذين عملوا جاهزين خلال أعوامي القادمة من أجل توضيح الصورة في ما يتعلق بتشتت أو تجزء الإنترنت. هناك جانب إيجابي لهذا التجزء وجانب سلبي لهذا التجزء. ووثيقة النقاش هذه تخص أساساً الجانب السلبي. أي كيف تشكل هذه الآليات عراقيل تعزل المستخدمين عن بيئة معلوماتية لا يستطيعون تجنبها. وعقبة ذلك هو ضرر على المستخدم. عقبة ذلك هو أنها تضع بعض المستخدمين أو تعرضهم لأراء مختلفة أو رؤى مختلفة للعالم عن ما يتعرض إليه بقية مستخدم الإنترنت. وتجربة استخدام الإنترنت السلبي بعد تجزء الإنترنت تؤثر ليس على جزء واحد أو جزء خاص من المستخدمين. وتؤثر على جميع المستخدمين الإنترنت. بعض المستخدمين يعتبرون مقصن من حق النفاذ المعلومات وحرية التعبير وحقوق أخرى من جراء هذا التجزء. كما أن بعض هؤلاء المستخدمين يحرمون من حقهم في التجمع الحر مع مستخدمين آخرين واستحصار معلومات منهم. ولذلك فإن العاقبة هو أن هاتين المجموعتين تبتعدان الواحدة عن الأخرى وتتسع الهوة فيما بينهما من حيث المعلومات الموفرة لهم. ومن بين العواقب الأخرى هي استقطاب الذي نجده بكثرة في الإنترنت والذي نعرف أن له عواقب سلبية وآثار سلبية في الإنترنت وفي خارج الإنترنت. في اليونسكو نعمله مع ما يسمى بمبادئ روما لتطوير الإنترنت. أي أن الإنترنت ينبغي أن يقوم على حقوق الإنسان أن يكون مفتوحاً وأن يكون موفراً لأجميع. وتجزء تجربة المستخدمين له أثار على الحقوق الإنسان. والتجزء بالطبع ليس هو نتيجة عملية متعددة تعدد أصحاب المصالح. بل هي عادة من عواقب قرارات أحدها الطرف. وبالطبع التجزء له أثر على حرية الاختيار. وعلى إمكانية نفاذ المعلومات وإلى تجربة المستخدمة. والوثيقة في الواقع حصلت على عدد من التعقيبات. من بينها مثلاً أن تجربة المستخدمين ينبغي أن تقوم أساساً وبشكل حصري على مبادئ حقوق الإنسان. نحن نحتاج إلى استخدام ما يسمى بالاختبار الثلاثي حول مشروعية أي تدخل أو مساس بحرية التعبير. من بين النقاط التي رأيناها أيضاً في تعقيبات هو أن هناك بعض المضامين التي من اللازم أن يتم حجبها. حجبها أيضاً يعتبر مشروعاً ناجح حماية المجتمعات الديمقراطية. مثل مثلاً مواقع ضعارة الأطفال والاستخدام الجنسي للأطفال ومواقع الإرهاب ومضامين الحد والتحريض على العنف إلى آخره من هذا النوع من المضامين. وبالطبع الوثيقة عليها أن تخوض بشكل أعمق في أنواع المضامين التي يحق ويجوز حجبها بكل مشروعية. ثم هناك التدابير التخفيفية للضرر مثل مثلاً مسألة التشغيل المتبادل للبيانات. حرية تنقل البيانات. تعزيز قدرات المستخدمين إلى آخره من أمور ومكافحة التضليم ومكافحة التغليد. على كل إن هذا هو رأيي فيما يتعلق بهذا الفصل من الوثيقة. وشكراً لكم. شكراً لك. يبدو أن رأيك إيجابي فيما يتعلق بهذا الفصل. وشكراً لك على التأصد لبعض المعلومات التي أتتنا من من قدم تعليقاته. هناك أيضاً معلومات رجعة من أولئك الحضيرين معنا على الخاطة. كثير من هذه التعليقات أرادت أو تطلب مننا أن نكون واضحين في استخدام بعض العبارات أو في شرح العلاقة الموجودة بين حقوق الإنسان والتجربة السلبية على المستخدم من جراء التجزء. ولشرح الفرق بين ما هو سلبي وما هو ضار من جراء التجزء. إذن شكراً لكم على هذه الانطباعات. وأنا متأكد من أن هذه المعلومات الرجعة من من يتبعون هنا كلها إيجابي. نمر الآن لفصل الذي نظر في تجزء التقني. ومعنا أولف كولمن الذي سيقدم لنا هذا الفصل. وبعدك سوف نستمع لسواش كرشنا من الانترنت أركتاكتر بود والذي سيرد على ما يقوله أولن. تفضل. شكراً لك. اسمي كولوجمن. أعمل في الانترنت سوسايتي. الفصل المخصص للبنية التحتية الفنية. عندما نتحدث عن البنية التحتية الفنية للانترنت فهي عبارة عن شبكة شبكات. أي تشبيك متداخل لتوفير الموصولية عالمياً. 8000 شبكة متصلة الواحدة أو 80 ألف شبكة متصلة الواحدة ببعضها من أجل توفير الوصول الانترنت عالمياً. ونحتاج في ذلك إلى بنية التحتية رافعة المستوى لتمكين الترابط. وهذا من سبب الانترنت البنية التحتية التقنية للانترنت. ولكن بداية أعتقد أنه علينا أن نتبع عن كتب هذا التقدم. ونحتاج من جميع أصحاب الشأن أن يساهموا في هذه الوثيقة وأن يقدموا تعليقاتهم عليها. أنا أعتقد أنه قليلاً اهتم بهذا الفصل من أصحاب الشأن. الرغم من أهميته. على كل هذا الفصل يبدأ بالقول بأن التجزء الفني لم يحدد بعد. ليس هناك من تعريف رسمي للتقني في الوقت الراهن. أتبه بها أحدهم بلتر وهيلدمن. ولكن لا يغطي هذا التعريف إلى خمس في المائة. فنصف ويقول أن خمسين في المائة من الانترنت محجوب عن كافة المستخدمين. وخمسين في المائة الآخر متاح المستخدمين آخر. يعني أن هناك خمسين في المائة من المستخدمين الذين لا يصلون إلا نصف. إذن كيف نمنع ذلك؟ كيف نتفادى ذلك؟ وما قلنا أيضاً هو أن التجزء ليس بالضرورة متعلق بالموضوعات والحقول والميادين التي لا يرجو فيها الناس التدخل. فمثلاً شبكتي الداخلية في المنزل لا أريد أن تكون في الانترنت مباشرة. هذا اختياري أنا. أحدهم قال إن هناك تجزء إيجابي وتجزء سلبي. أنا أحب هذه الفكرة في الواقع. المركزية ليست مراضفة للتجزء. قلة الموصولية المتعمدة ليست تجزءاً. وإعادة توجيه تدفق المعلومات على الإنترنت المؤقتة ليست تجزءاً. إذن ما هو التجزء؟ كيف نحدد معنى التجزء؟ هذه مسألة صعبة. النهج الذي اتخذناه هو استخدام بعض المواصفات الحارجة لأحد الأوتور التي تطورها الانترنت سوسايتي. والتي تحدد بشكل عام المواصفات الحارجة العامة للإنترنت بشكل غير فني. لن أخذ في التفاصيل بالطبع. ولكن هذا من بين الأوتور الذي يخبرنا بأنه إن فقدنا هذه المواصفات المميزات الحارجة وإن اتعدنا عنها بشكل تدريجي فإننا نجازف ونقترب شيئاً فشيئاً من خطر التجزء. وهناك إطار آخر بعنوان Public Core وهو إطار وعداً من طرف فريق فكري في الأراضي منخفضة هولندا. والذي تم تحديده من طرف الـ Global Commission of the Stability of Cyberspace اللجنة العالمية لاستقرار الفضاء السبراني. هذا الـ Public Core هو من بين أيضاً المسببات المحتملة للتجزء. ومن بين الأمور الأخرى التي قمنا بها في هذه الوثيقة هو أننا باستخدام هذا النوع من الأوتور غير التقنية الأوتور التي لا تحدد بشكل دقيق تكنولوجياً مصادمة فإننا نمنح فرصة لأتطور. لأن الإنترنت في تطور لا يمكننا أن نكلس الإنترنت في حالته الراهنة. علينا أن نتركه أو نمنحه فرصة التقدم والتطور. مشالب آخر من جوانب التجزء الذي درسنا هو ما يسمى The Evolution of the Edge. أي أن هناك تغيير كبير فيما يتعلق بسلوكيات إعادة التوجيه. شركات خاصة تبني شبكات خاصة بها عوضة استخدام جسور نقل معلومات للاختراب المستخدم. وهذا قد يؤدي إلى تجزء أو إلى زيادة الهوى الرقمية. أي أن يكون هناك مستخدمون قريبون من تلك البنية التحتية وأخرون بعيدون عنها ومبعدون عنها. فقد يكون لمستخدمين لنفس البنية التحتية تجربة إيجابية. وآخرين قد يكون لهم في نفس البنية التحتية تجربة سلبية. إذن كيف نتعامل مع هذه الأطر الحارجة التي ذكرت؟ الجواب موجود في الوثيقة. فيما يتعلق بتوصياتنا؟ نوصي بدراسة هذه الأطر واستخدام هذه الأطر واستخدام هذه الموصفات الحارجة وما يسمى بالPublic Core حتى نقوم بحمايتها جميعا. نريد أن نحميها ونريد أن نواصل عملية التشبيك ونوفر شبكة عالمية للجميع. إن قمنا بتجزئة طبقة المستخدمين وأبقينا على شبكة عالمية تجمع فيما بيننا فلا زالت هناك فرصة ولازالت هناك حضل منع التجزء على مستوى المستخدمين. لكن بمجرد حصول التجزء فإن البنية التحتية التقنية للإنترنت ستعاني وسوف ينعكس ذلك مباشرة على الفضاء الباقي للمستخدم. ولذلك علينا أن نحمي المستخدم من ذلك. هناك حلول قليلة تمكن من فهم طريقة نشر هذا التجزء. وهناك وسائل قياس قليلة تمكن من تقفي ذلك. لمعرفة ما مدى تطور ظاهرة التجزء وتطور التجزء. نحن بحاجة إلى مجموعة جديدة من وسائل القياس حتى نستطيع تتبع حجم التجزء على البناء التحتية وعلى المستوى التقني. بمجرد تواجد مقترحات أو سياسات أو معايير تقنية تمكن من قياس التجزء. يمكننا مثلا أن نتصور فقدان قبيلة تشغيل متبادر أو فقدان القدرة على عقد الارتباط بالإنترنت. هذا ممكن. ولكن تفادى هذه التصورات السلبية علينا دائماً أن تهجى النهجة متعددة أصحاب الشأن. فالقطاع الخاص هو الذي يطور هذه البناء التحتية ويطور هذه التكنولوجيات. جماعات التقنية والحكومات هي التي يقع عليها واجب ضمان بقاء وديمومة الارتباط. حتى لا يتم تجزئة وتقسيم هذه الشبكات. هذه خلاصتي. معنا الآن. على الخط. شكراً شكراً جزيلاً. شكراً على هذا الملخص الممتاز. سأتحدث عن بعض النقاط الأهم حسب ما يبدو لي. أنا أعتقد أن أهم ما قاله من سبقني في كلمة وأن الانترنت هو شبكات شبكات. ولا أدري إن كان هناك نقطة مراقبة واحدة تمكن من حفظ أو حماية الانترنت. بما أنه ليست هناك نقطة واحدة. هذا لا يعني أن هذا تجزئ. ولكن تصميم الانترنت الأصلي جعله لمركزياً. قبل التشغيل المتبادل كانت مسألة إيجابية في البداية. وهذه مسألة هامة ينبغي تركيز عليها. المسألة الثانية فيما تعلق بموصفات الحارج للانترنت. ثم هناك أيضاً مسألة النشر التجريجي للبرمجيات. بالطبع، نحن لا نريد كما قال الزميل تكليس الانترنت وتجميده لأنه ينبغي أن نتطور. مثلاً هناك الـ IPv6 الآتي. وهناك أربع ملايين من الناس على الانترنت يستفيدون في الوقت الراهن من هذا المعيار. الـ IPv6، إذن كيف يمكن أن نشره من أجل أن يستفيد منه الجميع ينبغي أن يكون هناك تطور لانفتاحية الانترنت. وينبغي أن تكون هناك بنية تحتية للموصولية. ثم هناك تنظيم الطبقي للانترنت وهو مبدأ بناء الانترنت طبقة فوق طبقة. هناك تطبيقات على ذلك. نحن نريد تكتيف التكنولوجيات على الطبقات الأدنى لتقليص واجبات فرض التشغيل المتبادئ إلى الحد الأدنى. حتى تكون الانسيابية سالسة. والسؤال المطروح هل ترشيح المضامين ينبغي أن يتم تحت الطبقات أو موراء الطبقات؟ وبالطبع هذا يتطلب التنسيق بين القوانين القطرية وقوانين المحلية على اختلافها في العالم. هناك مؤخرا شيء إيجابي يحصل في مجال الهندسة متعددة أصحاب الأطراف. وهو ما يسمى بالـ Digital Market Act هو قانون أوروبي يمكنه من استخدام أو تشغيل متبادل لجميع البنية. البنية التحتية للإنترنت حتى يستطيع الجميع أصحاب الشأن الحكومات والمنظمات أن يعملوا معا في مجال واحد حتى يستطيع الناس الترابط فيما بينهم. أعتقد أننا نحتاج إلى وضع المزيد من الجهود في هذا الأمر. ولدينا الكثير الذي يجب أن نقيسه وأيضا نحتاج أن يكون هناك منبر أو منصة يمكن أن يستخدمها الناس حتى يمكن أن نتواصل من خلالها وأن نبني عليها وأن نقوم بقياس الأمور حتى يتمكن الناس أيضا أو المستخدمون من أن يقوموا ببناء الـ IDS الخاص بهم. وأنا أتفق معكم بالنسبة للمقاربة متعددة الأطراف. ونحن عملنا على هذا المنوال وعمل هذا الأسلوب بصورة جيدة في الفترة الماضية وعلينا أن نواصل المسير على نفس الطريق. وإن آخر 20 ثانية متبقية لي أريد أن أستغلها لكي أنتقد أمرا. وهذا الانتقاد يتعلق بأننا نحتاج إلى المزيد من المرجعيات في هذه الوثيقة. فنحن نريد أن ننظر إلى الإنترنت والمبادئ المتعلقة بها. من الجيد أن نرى ما يعتقده الأشخاص الذين يعملون في مجال السياسات. ولكننا نحتاج إلى النظر في إمكانية إنماء هذا المجال. شكرا على إعطائنا رأيك بشأن هذا الفصل. وأنت أيضا قمت بتوصيل ذلك بالفصل الآخر. نحن نرى أن هناك عدة جوانب لهذا الإطار. وهذا يساعدنا على أن تكون لدينا عدسة. ننظر من خلالها إلى هذا النقاش. وإذا كانت لديكم أي نقاط أو مداخلات يمكن طبعا أن تتقدموا بها. وهذا سيساعدنا أيضا حصلنا على بعض التعليقات والآراء المكتوبة. سأعطي الكلمة الآن لبرونا وهي ستقوم بتيسير هذا الجزء من النقاش. فنريد أن نستمع إليكم الآن المجال مفتوح لكم. فأرجو أن تتواصلوا معنا. وأيضا يمكن للمشاركين عبر الإنترنت أن ينضموا إلينا في هذه النقطة. تفضلي برونا. شكرا نعم كما قلنا هذه هي الجزئية الخاصة بإبداء الآراء. فإذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات يمكن أن تتقدموا بها. ولدينا مايكروفونات متاحة في القاعة. يمكن أن تقتربوا منها إذا أردتم أن تتحدثوا. ولدينا سؤال عبر الإنترنت من فولي هيبت. والسؤال هو كيف يمكننا أن نصل إلى كل مواطن في العالم؟ كيف يمكن أن نتغلب على عائق اللغة؟ فسيكون من الرائع إذا تمت ترجمة المحتوى إلى لغاتنا المحلية. فعندما يكون الناس على دراية بمخاطر الإنترنت والأضرار التي يمكن أن تسببها. فيمكنهم أن يتعاملوا معها خاصة التجزئة. فيمكن أن نأخذ هذا السؤال وسؤال من القاعة. فنتفضل هنا. مرحبا. أنا أيضاً عضو في الإنترنت أركيتكت بورد. وأنا لدي تعليق. نحن استمعنا إلى الموصولية وإلى التوصيل. وذكرتم نسبة الخمسين بالمئة. وهذا أمر له معنى لأنه إذا أخذنا هذه النسبة فلدينا مجال آخر أو تتبقى لدينا الخمسين بالمئة الأخرى. وأعتقد أنه ليس من الممكن أن نصل إلى إنترنت واحد في هذه الحالة. هذه مسألة حسابية. فما أردت قوله أن الأمر لا يتعلق فقط بالتوصيل ولكنه يتعلق أيضاً بالقدرة على الابتكار وإشراك الإنترنت وجعلها تتطور. فإذا وضعنا العوائق الآن لا يمكننا أن نقوم باستحداث بروتوكولات. وكان بإمكاننا أن ندخل بروتوكولات جديدة مثلاً على طبقات جديدة للإنترنت IP4 أو IP6. وهذا لم يكسر الإنترنت. فإذا وضعنا العوائق لن يمكننا أن نحقق التطور في الإنترنت الذي نصب إليه. لن نتمكن من أن نتأقلم أو نجعل الإنترنت أكثر أمناً أو أكثر مرونة أو أكثر سرعة. وفي هذه الحالة سنكون في مأزق. وإن كل هذه الفوائد التي نحصل عليها من الإنترنت لها أثر طبعاً على المجتمع وعلى الاقتصاد. فإن هذا التواصل فيما بيننا هو أمر هام. أنا أود أن أشكركم على هذه الجلسة. لأنكم أعطيتمونا منظوراً جديداً عن تقسيم الإنترنت أو تجزئة الإنترنت وتفتيتها. وطبعاً نحن لدينا ثلاث جوانب لدينا خبرة المستخدم لدينا السياسات والإجراءات ولدينا الجزء الفني. فنحن نريد أن نفهم هذا الموضوع بصورة أفضل. نحن لا نريد للإنترنت أن تتجزئ أو أن تتفتت. ولكن لدينا شاغل وهو أن المناطق الجغرافية وفي بعض الأحيان في الدول فإن هناك سياسات أو معاهدات أو التزامات تعكس مصالح هذا الجزء من العالم. مصالح اقتصادية كانت أو اجتماعية. هذه الالتزامات أو هذه الأطر أو الاتفاقات أو المعاهدات تمثل مصالح هذا الإقليم بعينها وهذه المنطقة. فيجب إذن أن يكون هذا الخط الفاصل الذي يقول لنا هل يمثل هذا تجزئ للإنترنت أو لا. هذه مسألة نحتاج إلى التعامل معها. وإذا كانت هناك أي اتفاقات محلية أو إقليمية فيجب أن لا يؤثر ذلك على وحدة الإنترنت. بالنسبة لخبرة المستخدم فإن فيتوريو يناصر مسألة خبرة المستخدم فهل يمكن أن تعطينا المعايير أو المؤشرات التي تمثل خبرة المستخدم هذه المعايير الخمسة؟ عندما يتعلق الأمر بخبرة المستخدم فيجب أن يكون الجميع سواسية. لا نريد أن يكون هناك فرق إقليمي أو جغرافي ما بين المستخدمين من حيث الخبرة. أما بالنسبة للجانب الفني شكراً أنكم قمتم بتركيز هذا الأمر على الموائمة. أنكم لم تركزوا على مثلاً نقص الوصول إلى الإنترنت أو خيارات أخرى. فهذا يطمئنا أن هذه الصناعة أو أن المجتمع الفني يقوم ببناء عمله بناء على الموائمة. ولكن هذا يعيدنا مرة أخرى إلى خبرة المستخدم إذا كنا نتحدث عن الإنقسام الرقمي. فهذا له تداعيات في بعض الأماكن من العالم فإن هناك سيطرة على تجربة المستخدم أو خبرة المستخدم. فيمكن مثلاً بسبب وضعية هذا الشخص الاجتماعي أن تكون هناك قيوداً مفروضة على حريته في استخدام الإنترنت. فنحن لدينا هذه الترتيبات بالنسبة للسياسات والإجراءات. وأيضاً بعض الترتيبات المتعلقة بالجانب الفني. ونحن نريد أن نعرف ما هو الجانب من خبرة المستخدم الذي يعتبر الأهم بالنسبة لكم الجانب الفني أم الجانب السياساتي. أنا من أرواية المتحدة وأنا أريد أن أوجه سؤالي إلى أولف الذي أشار إلى التجزئة الضارة في مقابل التجزئة التي تعتبر جزءاً من هذا العمل. وأنا أريد أن أعلق على منطقة رمادية. نحن ننظر إلى التجزئة الضارة على أنها مثلاً على سبيل المثال أن يقوم أحد مقدمي الخدمة بإيقاف إمكانية وصول أحد المنافسين إلى إجزاء معينة من الإنترنت. فأنا تحدثت مع أحد الزملاء الذي يعمل مع متا وذكرنا أن فيسبوك يمكن أن يؤدي إلى التجزئة لأنه يقوم بحجب جزء من المحتوى عن بعض المشاركين أو بعض المستخدمين. وهذا الزميل يعتقد أن هذا جزء من تجزئة الإنترنت. وطبعاً إن الفيسبوك ليس الإنترنت وورلد ويد ويب ليس الإنترنت. ولكن من وجهة نظر المستخدم فإنه في كثير من الأحيان هذا هو معنى الإنترنت بالنسبة لبعض المستخدمين. فأريد أن نفكر جميعاً في هذه المنطقة الرمادية بشكل أكبر وكيف أن هذا يؤثر على تجربة المستخدم ويغير من تجربة المستخدم بصور قد لا نفكر فيها. ونريد أن نعرف هل هذا أمر سيء أم جيد ولكن في نهاية المطاف نريد أن نفكر في هذا الموضوع. شكراً أنا اسمي كريسوفر تيت من Connect Corporation وأنا أريد أن نفكر في مستقبل الإنترنت وأن الجميع يمكن أن يكون له عنوان الإي بي الإنترنت بروتوكول الخاص به. فمثلاً يمكن أن نعطي للجميع عنوان للإي بي لمن يريد أن يكون له مثل هذا العنوان. وفي التسعينيات قامت الحكومات أو بعض الحكومات بإدخال قوانين كانت تتحكم في هذا الموضوع وهذا قلص من إمكانية دخول الناس على الإنترنت لكي يصبح لهم عنوان إي بي. ولكن الأمر قد تغير الآن فأعتقد أنه من الهم أن يتم الفاصل ما بين الشبكات وما بين عنوان الإي بي لأن هذا يساعد على إتاحة إمكانية حصول الجميع على عنوان على الإنترنت عنوان إي بي. فإذن أردت أن نناقش أيضاً هذا الموضوع. أنا أرى المزيد من طلب الكلمة الكلمة الآن للاورا. شكراً على هذه المداخلات. أنا اسمي لورا بيريرا وأنا من شباب البرازيل من برازيليان يوث فالوشيب. ونعرف أنه من أجل الدفاع عن الديمقراطية فإن النزاهة من الأمور الهامة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الفضاء الرقمي. وفي البرازيل قمنا بعمل بعض الاختبارات المتعلقة بخبرة المستخدم. ونحن أشرنا إلى المخاطر الخاصة بتنظيم الإنترنت. خاصة عندما يتعلق هذا ببعض الجوانب أو الخصائص الضرورية للشبكة. وأنتم ذكرتم أنه ليس من السهل أن نوازن ما بين الديمقراطية والنزاهة فيما يتعلق بالتجزئة الهضارة بالإنترنت. فهل من الممكن أن نصل إلى هذا التوازن؟ كيف يمكن أن نحرز التقدماً هنا؟ شكراً لورا سنأخذ آخر تعليق. شكراً أنا أقدر لكم هذا النقاش بشأن تجزئة الإنترنت. ولكن أيضاً الأمور الأخرى المتعلقة بذلك. أنا أريد أن أعرف هل يمكن أن نستمر في هذا العمل بدون إشراك المناطق الجغرافية أو القادة المجتمعيين في هذا العمل؟ فإن هذه الأمور تؤثر على حريتهم في النفاذ إلى المعلومات. وكان من الجيد أن يكون هناك تفاعل ما بين الحكومات وبين أصحاب المصلحة في هذا الإطار. أيضاً بالنسبة لموضوع meaningful connectivity أو النفاذ في المغزى أو الأهمية. فأنا أود أن أثير هذه النقطة في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. فهل هذا أمر نجد فيه أن التجزئة تؤدي إلى حرمان ملايين الأشخاص أو مليارات بالأحرى من النفاذ إلى الإنترنت؟ كيف يمكن لتصميم السياسات فيما يتعلق بتجزئات الإنترنت؟ كيف يمكن له أن يتماشى مع الوتيرة السريعة التي يتم بها هذا التطور في مجال الإنترنت؟ ومجال النفاذ في المغزى؟ اسمي ميشيل لومبار وأنا من منظمة تعنى بالمساوى في مجال التكنولوجيا. وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها في شبكة السياسات وأنا مهتمة بهذا الموضوع. وأتمنى أن نتمكن من حوكمة الإنترنت بحيث نمنع هذه التجزئة. وخلفية تجعلني أدعوكم إلى المشاركة في مؤتمر في مونتريال اسمه سبلينتركم. وهذا المؤتمر يهدف إلى أن نقوم بجمع الأفكار وأن نجمع الناس سويا حتى نتمكن من بناء الجسور. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من هذا المؤتمر فأرجو أن تذهبوا إلى موقع سبلينتركم.دوتنات وأن تروا كيف يمكن أن تشاركوا. أولا شكرا على هذا النقاش الممتاز حول تجزئة الإنترنت. ونحن نريد للإنترنت أن تكون شبكة شاملة تضم الجميع وتعطي الفرصة للجميع لكي ينفذ إليها. ولكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعوامل أخرى فإن بعض الدول تتخذ بعض التدابير أو تسن التشريعات التي تجعل من الصعب بالنسبة للجميع أن ينفذر الإنترنت. ويؤدي هذا أيضا إلى تجزئة الإنترنت. فأنتم أعطيتمون بعض التوصيات الجيدة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار هيكل حوكمة الإنترنت. ما مدى سهولة أو صعوبة التعامل مع هذا التحدي المتعلق بتنفيذ هذه التوصيات؟ خاصة عندما نرى مدى تطور الإنترنت في جيلها الثالث. وأنها تصبح أكثر لا مركزية. هناك بعض القوانين التي سنت التي يمكن أن تؤثر على المبادئ الخمسة التي تحدثنا عنها. كيف يمكن أن نتعامل مع ذلك؟ مرحباً اسمي راول وأنا من أمريكا اللاتينية. وفي بعض الأحيان نحاول أن نعرف ما هي تجزئة الإنترنت. وهذا جعلني أتذكر كيف في الماضي كنا نتحدث عن نتورك نيوتراليتي أو حيادية الشبكة. وفقدنا الكثير من وقتنا نناقش هذا المفهوم. ما هي حيادية الشبكة؟ فإذا نظرنا إلى موضوع هذا الحدث فإن العنوان هو الإنترنت التي نصب إليها. فإذن علينا أن نركز على الأمور التي نريد أن نمنعها من الحدوث. وإن العمل الذي تقوم به شبكة السياسات هو فعلاً مبهر. وأهنئكم على هذا العمل. أنا شاركت في النقاش في الماضي. ولكن علينا أن نركز على التوصيات. توصيات واضحة. مثلاً بالنسبة للحكومات. لا تقوموا باعتماد سياسات التي تخلق تجارب مختلفة للمستخدمين في نفس البلد. لا تقوموا مثلاً بإيقاف الوصول إلى الإنترنت. هذه الأمور التي نريد أن نوصي بها. وقال لأحد الزملاء أنه إذا لم نشارك في شبكة بعينها أو مجموعة بعينها. فإننا نحرم من الحصول على المعلومات. وفي بعض الأحيان أجد أن بعض الأشخاص مثلاً يريدون شراء شيئاً من أمازون إلى آخره. ولكن لا يمكنه أن يفعلوا ذلك. فهذا ما لا نريده. لا نريد هذه التجزئة. أنا أعتذر لك لأننا لدينا عدداً الآن من الأسئلة والوقت محدود للإجابة عن هذه الأسئلة. ولكن هذا النقاش مفتوح حتى العشرين من أكتوبر. ونريد أن نعطي الفرصة للمتحدثين لكي يجيبوا عن هذه الأسئلة. أولف جوردن هل من إجابات أو تعليقات؟ نعم، لا تعليقات كثيرة لدي. هناك عدد من النقاط التي أثيرت التي أعتقد أنها هامة. باري لايبا مثلاً تحدث عن أن نحاول أن نصل إلى تعبيرات متوازنة في أوراق السياسات. ولكن طبعاً نريد أن نتوخى الإيجاز. ففي هذه الحالة نفتقر إلى التعبيرات المتوازنة. وميرا أيضاً تقدمت بنقطة جيدة وهي تتعلق بالقدرة على الابتكار. وطبعاً نحن نريد أن نحفز هذه القدرة. وأنا أشرت إلى الخصائص الضرورية أو الهامة. وإحدى هذه الخصائص قدمناها في هذه الوفيقة. وهناك زميل تحدث معه وقال أنه قام باختراع شيء جديد. لا أعرف إذا كان هذا الاختراع الجديد أثبت نجاعته أم لا. ونحن مثلاً انتقلنا من النسخة الرابعة إلى النسخة السادسة. وهذا كان يمكن أن يفشل لأن هناك هذه التجزئة الفنية ما بين النسختين الرابعة والسادسة. وكانت الفكرة طبعاً هي أن نعطي الجميع إمكانية الحصول على عنوان للآي بي عند تطبيقنا للنسخة السادسة. أما بالنسبة للمواءمة فهذا أمر نريد له أن يستمر. وهذا أمر يعني أنه على مدار العشرين عاماً الماضية فإن المهندسي التكنولوجيات عملوا بجد واكتهاد لكي يحافظوا على هذه المواءمة ما بين النسخة المختلفة. فالنسخة الهامة هنا هي أنه علينا أن نحافظ على القواسم المشتركة في البروتوكولات. فإذن يجب أن نحافظ على هذه المسألة مع تطور الإنترنت. وأخيراً هناك تعليق كان يتعلق بالنفاذ ذي المغزى أو المعنى. عندما تحدثت عن هذا الموضوع في الوثيقة فالفكرة هي أن يكون هناك نفاذ ذي مغزى. إذا تطورت الإنترنت بحيث تكون متاحة لأشخاص وغير متاحة لأشخاص الآخرين فهذا يعني أن التجزئة قد حدثت. أيضاً إذا كانت التكلفة أيضاً تمنع الوصول فأيضاً هذا نوع من أنواع التجزئة. وطبعاً فنحن لدينا هذه التجزئة من حيث خبرة المستخدم لأن هناك أشخاص لا يمكنهم أن ينفذوا إلى الإنترنت بسبب عدم قدرتهم على دفع التكلفة المتعلقة بذلك. شكراً أولاف. شكراً جزيلاً أنا أردت أن أعلق على بعض المداخلات المتعلقة باللغات المحلية. أعتقد أن هذا يعود إلى نقطة رئيسية في الفصل الذي تعرض لإشراك الجميع. وأهمية أن نضمن مشاركة الجميع بالرغم من اختلاف اللغات أو الخلفية الثقافية. كانت هناك أيضاً نقاط تتعلق بسياقات محلية أو إقليمية. أنا أريد أن أصلت الضوء على المبادرات المحلية والإقليمية الخاصة بمنتدى حكمات الإنترنت في هذا الصدد. فهذه مساحات تمكن الناس من أن يتحدثوا عن السياق المحلي والأمور الإقليمية. فمن الجيد أن يكون هناك تنسيق ما بين كيانات حكمة الإنترنت المختلفة. فليس من الكافي أن يكون هناك مساحات إقليمية. أنا مثلاً كنت محظوظة أن تمكنت من حضور الاجتماع للمنتدى في أفريقيا. كانت هذه فرصة رائعة لكي ننظر إلى المنظور الأفريقي. ولكن من الضروري أن تكون هناك نقاشات ما بين هذه الكيانات وأيضاً ما بين القليم والمناطق المختلفة. وطبعاً أنا متواجدة يمكن أن تتحدثوا معي إذا كانت لكم مداخلات. طبعاً ما من إمكانية لدي يقول بيرت أن أعلق على كل شيء. ولكن سأتحدث عن خبرة المستخدم. بالنسبة لتجزئة الإنترنت فإن هذا عبارة عن كيان كبير. ونحن في بعض الأحيان ننظر فقط إلى جزء من هذا الكيان. ونعتبر أن هذه هي المشكلة. فإذا تحدثنا مع أشخاص من سيليكون فالي في الولايات المتحدة فإنهم سيشتكون من أن الحكومات تقوم بفرض هذه القوانين التي تقوم بوضع قيود. وفي أوروبا المنظور مختلف. ولكن ما نراه الآن هو هذا التناقض ما بين الحلم الأصلي. وهو أن يكون العالم بدون حدود ومترابط ببعضه البعض. والحقيقة وهي أن هناك اختلاف في القيام وفي المصالح وفي الاقتصادات وحتى في اللغة. فنحن علينا أن نعمل على الحفاظ على هذه الأمور التي تهم الناس. وأن نعطيهم الفرصة لكي ينفذوا إلى الإنترنت. ولكن في نفس الوقت علينا أن نتفادى تجزئت الإنترنت. شكرا جزيلا وأعتذر لي أنه ما من فرصة لدينا لكي نعطيكم المجال للإجابة على هذه التعليقات. ولكن يمكن أن تتفاعلوا معنا عبر البريد الإلكتروني أو يمكن أن تتحدثوا معنا بعد انتهاء هذه الجلسة. وددينا حد أقصى للتقدم بالتعليقات وهو العشرين من أكتوبر تشرين الأول. وما سأفعله الآن هو أن أحاول أن ألخص هذا النقاش. أعتقد بأن هذا ألقى ضوءاً على موضوعاً في غاية التعقيد. أنتم توفقون الرأي بأن المناقشة لم تنتهي. فأنه عمل في طور التقدم على غير طبيعة الإنترنت. رافقون في هذا العمل وأود أن أشكركم جميعاً على مشاركتكم من أصحاب العرض إلى من قام بسياغته وأعضاء الشبكة الذين تطوعوا بوقتهم من أجل عرض هذه الوركة. الرجاء أن تتابعوا النقاش معنا سواء هنا في إطار منتدى حكمات الإنترنت أو من خلال منصة أخرى. هل فاتني شيء؟ هل ربما هل يمكن أن نعود إلى الشريحة التي تحمل البريدة الإلكتروني؟ كما ترون فعلى صفحة الـ PNIF شبكة السياسات بشأن تجزئة الإنترنت لديكم هذا العنوان والذي سيصبح لكم بالإبداء بأرائكم عن طريق إرسالها إلينا. شكراً للجميع.